بعد إن عجزت الحكومات السابقة عن توطيل علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة تمكنت حكومة الكاظم من جمع الفرقات تحت سماء بغداد لتغير الأسلوب السياسي للحكومة العراقية وتنقله من محطة للنزاعات إلى أرض للتهديئة اليوم العالم ينظر إلى العراق بأنه له دور كبير دور إقليمي على مستوى العالم ورجوعها للحظن العربي أول يوم ثم لأخذ دور إقليمي هذا بادلت خير لانتعاش العراق ورجاع الدور السياسي والدور الاقتصادي والدور الإقليمي العراق ليكون هو العام المساعد للتواصل مع كافة الدول المنطقة يعني خلال الفترة القليلة الماضية كان هناك تحرك واضح للحكومة العراقية باتجاه الوضع الإقليمي وخاصة الحظن العربي واليوم بدأ هذا التواصل يعني اليوم لديه مخرجات كثيرة هذه المخرجات اليوم هي عملية تطمين لهذه الدول عملية عدم اتخاذ الساحة العراقية يعني ملاذ للعمليات المسلحة لا يمكن أن ينظر إلى هذا الأمر من الجانب السياسي فقط إنما هناك جوانب اقتصادية مهمة فالعراق بمركزه الاستراتيجي المهم يحتاج إلى تحسين علاقاته مع جميع دول المنطقة وخصوصا الدول التي يربطها والعراق حدود مشتركة علاقات السياسية يرسمها الاقتصاد ويفتح فقها الاقتصاد وهناك جوانب اقتصادية متبادلة كثيرة بين العراق ودول المنطقة ودول العالم أيضا العراق الآن بيئة استثمارية كبيرة ويحتاج من البنى التحتية وفي مجالات عديدة العراق يستعيد عافيته ومكانته من جديد بين دول الجوار والمنطقة فبعدما كاد يكون أرضا للنزاعات أصبح اليوم أحد أهم الوسطى لجمع الفرقاء وتقريب وجهة النظر بينهم خريطة طريق سياسية جديدة رسمتها حكومة الكاظمي خطت برموز الأخوة وصداقة مع دول الجوار والعالم لتمهد الطريقة أمام الحكومة المقبلة لتدعيم أطر الاستثماري والتنمية من داخل البرلمان العراقي محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة